الذي يؤثر في دوره في النمو الجسمي والحركي لدى الأفراد ولذلك نشوف بأنه هناك كثير من الدراسات أكدت على أهمية العادات الغذائية للأمهات في فترة الحمل على تكوين البناء الجسمي للأجنة وإحنا قلنا من عوامل وجود الإعاقات هو عدم التغذية الجيدة للأم فلذلك الأمة تعاني من سوء التغذية رح يؤدي إلى تكوين الجنين مختلف عن أفراده حتى قبل الولادة أو وزنهم قد يكون قليل ولذلك نشوف بأن هذه الولادات تكون أمهات محرومات ثقافيا ويكون مقارنة بالأمهات المستواهم أعلى ومن ما يؤثر سلبا في نموهم الجسمي والحركي ولذلك نشوف بأنه أغلبهم رح يكون ولاداتهم قبل الأوان وأيضا نشوف بأنه انعدام فرص تعلم الأطفال الحركة المتضمنة جلوس والمشي هي من العوامل التي تأثر أو مسؤولة عن التأخر السلوكي عند الأفراد المحرومين ثقافيا فإذن بشكل غير مباشر رح يأثر على هؤلاء الأطفال إذا نجي إلى تصنيفهم فتصنيفهم